هلو يا هنباكا ازايكو يا شباب تتصورهم مبارح سجلت فيديو بقالوا حوالي 19 ساعة ولسه اليوتيوب عرضتك والذي ما يخش على اليوتيوب يقولوا ده بنشيك عليه بنشيك عليه 19 ساعة ما نتعرضش يا الله اعلم الفيديو اللي رب سجلوا ده هيتعرض الساعة كاما دلوقتي الساعة واحدة صباحا يوم الحد توقيت نيويورك واحدة بعد نص الليل تشوفوا هيتعرض الساعة كان بتوقيت مصر وهو بتوقيت نيويورك ايان كان هارب بعد كم ساعة المهم جات لي رسائل كتير ناس شمتانين فرحانين انت طلعت غلطان انت طلعت لا تفهمش في السياسة امريكا هتحمي سد النهضة امريكا هتحمي اثيوبيا ورسائل كتير من الناس اللي هم الاعداء الناس اللي كرها السياسة بعتين لرسائل وبيتحقوا بفرحانين ان امريكا هتحمي سد النهضة ومصر مش هتقدر تقرب منه شفتوا قد ايه الناس قل بهم السود وحكودين الناس فرحانة هما اعداء القناة فرحانين ان امريكا هتحمي سد النهضة وان مصر مش هتقرب من سد النهضة اعرفتوا انهم اخوان وكل هدفهم انهم يؤذوا مصر فرحانين ان امريكا هتحمي سد النهضة فرحانين ان مصر هتنازي رحت اسمعت شوائق قنوات اه في السوشال ميدي اليد فعلا فيه الناس كتير ميكلوا في الموضوع يقولوا ان المسؤول الامريكي في اه في القاعدة الامريكية اللي في جيبوتي قال ان امريكا هتحمي سد النهضة انا بصراحة ما بصقش في ترجمة المصريين انا مش بحتاج حد ترجم لانا امريكاني انا افهم كويس اوي اللهجة الامريكانية فدورت على الفيديو بتاع الرجل المسؤول عن القاعدة الامريكية في جيبوتي اسمه لي ام حاجة كده كان عامل كان عامل محادثة مع بنت من البي بي سي محادثة دقيقتين ونص ثلاث دقايق سمعت المحادثة سمعت المحادثة بالكامل كنت هتجنن الرجل ما قالش ان ان امريكا هتحمي سد النهضة الرجل يعني مفيش لا كلام ولا من قريب ولا من بعيد ان امريكا هتحمي سد النهضة ما عرفش القنوات اللي تكلمت ده اجابت الكلام ده منين والناس اللي بعتوا له رسائل ان امريكا هتحمي سد النهضة اجابه الكلام ده منين يعني ما بتفهموش ما بتعرفوش ترجيمه انجليزي يعني يا جماعة ما ينفعش ما ينفعش ترجيمه كلام الرجل غلط مع ان كلام الرجل كان سهل ما كانش صعب يعني ما كانش بيتكلم انجليزي صعب يعني ولا فيه مصطلحات علمية ولا مصطلحات حربية ده بيتكلم لهجة المواطن العام ما قالش ما قالش قبل ان امريكا هتحمي سد النهضة فالقروات اللي جابت الكلام ده جابتهم منين انا ترجمت بقال الرجل كله وهقرلكم الترجمه هو ما تنسوش ان انا امريكاني انا بقالي 31 سنة في امريكا انا اكتر واحد يفهم الامريكان بيتكلمه ازاي مش محتاج حد يترجملي انا اللي بترجم للعالم كله هقرلكم الراجل قال ايه وعايز اي حد اتحدى اتحدى اي حد يقول ان انا غلطان في ترجمتي الراجل قال اي حاجة تحصل في اسيوبيا مرتبطة بامن وامان المنطقة كلها حاليا اسيوبيا عندها مشاكل داخلية وده ممكن يخليها تسحب قواتها من الصومان ولو ده حصل هتلاقي خمس دول افريقية اتأثرت بسحب القوات والصومان فيها جماعات ارهابية متعصبة هتبدأ في استغلال الموضوع ده وبرضو فيه نقطة سخنة زي الحدود السودانية الاسيوبية والخطورة ان الموضوع ده ممكن يأثر على سد النهض هي دي الجملة الوحيدة اللي ذكر فيها سد النهض الخطورة ان الموضوع ده ممكن يتحول ويأثر على سد النهض فين بقى نكمل والخطورة ان الموضوع ده ممكن يأثر على سد النهض وده هيغير المعادلة في المنطقة وفيه خطورة ان اي بلد ممكن تستغل انشغال اسيوبيا بمشاكلها الداخلية وتحاول تعمل عمل عسكري او عمل سياسي قوي في الوقت اللي اسيوبيا فيه مش قادرة انها تستمر في محادثات ده كل الكلام اللي الراجل قاله فين في الكلام اللي تقال ده انه قال ان امريكا هتحمي سد النهضة حاجة تانية المساعة سألته طيب ولو قديسة اوى سقطت هتعملوا ايه مجوابش على السؤال هو اتكلم لكن مجوابش على السؤال قال لها ان احنا مسئولياتنا هنا في الجزء اللي جاي ده ما هوش ترجمة حرفية لانه ما يهم ما يهمش ما يفوش كلمة السد خالص الجزء اللي جاي ده ما يجب لكم الخلاصة لانه ما يفوش كلمة السد لا انا مسئولياتنا هنا نحمي الجالية الجالية الامريكية في جيس ابابا السفارات الامريكية اجلاء الرعاية الشركات الاجرمية المؤسسة الامريكية يعني مسئوليته حماية السفارات اجلاء الرعاية حماية المصالح الامريكية فشوبيا وفضو المنطقة ما جابش سيرة لا من قريب ولا من بعيد ان امريكا هتحمي السد النهضة يبقى الكلام اللي بسمعه في الاعلام ده جه منين ولما اقول ان الناس بتوع السوشال ميديا جاهلة بتزعلوا مني ما المسر احلى ويشبه انجليزي يا جماعة متوع السوشال ميديا ارجوكو تابعوني في قناة التعليم الانجليزي كما تتعلمون انجليزي خليكوا أزكياء زي ابو عضلات ابو عضلات متابعني على فكرة ابو عضلات متابعني في تعليم انجليزي وجودوا ازكياء زي ابو عضلات وتعلم انجليزي الرجل لم يقال أي شيء عن حكاية أن أمريكا ستحمي صد النهضة بالعكس، نشوفوا كلام الرجل قال إيه؟ يعني خلينا نسمع كلام الرجل ونحلله اسمعوا قال إيه؟ وفيه نقطة شخصخنا مثل الحدود السودانية الأسوبية شو بقى اسمعوا الجمل اللي جادي والخطورة أن الموضوع ده ممكن يأثر على صد النهضة وده هيغير المعادلة في المنطقة وفيه خطورة، يعني الموضوع ده هيأثر على صد النهضة وده هيغير المعادلة في المنطقة ده كلام طبيعي منطقي لو السد جرده أي حاجة المعادلة هتتغير ده شيء طبيعي لأن أبي أحمد دلوقتي وجوده كله وحمايته ساب السد فلو السد منضرب أكيد هيحصل تغيير لشعبية أبي أحمد فالراجل مغلدش اسمعوا الجملة اللي جاء بقى وده أهم جملة في الموضوع كله قال إيه؟ وفيه خطورة إن أي بلد ممكن تستغل انشغال أسيوبيا بمشاكلها الداخلية وتحاول تعمل عمل عسكري في الوقت اللي أسيوبيا فيه مش هتقدر ترون الراجل يقول ليه؟ فيه خطورة إن أي دولة ممكن تستغل مشاكل أسيوبيا الداخلية وتحاول تعمل عمل عسكري الراجل بيقول يا مصر إنتي والسودان هيا دي الوقت المناسب لكم إنكم تحتلوا بني شانكول وتفجروا صد النهضة دي رسالة رسالة الراجل بيبعثها المصر والسودان بيقول لهم ادخلوا حشوا بني شانكول إنتي احتلوا بني شانكول يضربوا صد النهضة و قحنا يا أمريكان في المنطقة شغلتنا حماية السفارات والمؤسسات الأمريكية والرعاية الأمريكيين من الجوة كانت بيبعث لنا رسالة أن نحتل بني شانكول وustرب السد أحد ن mortgage اضربه السد تقوم تقوله بيحمي السد ينحرسه دمناية البنيلة وبعدين لما اقول غباء تزعله مني اقول ايه في النقطة دي اقول ايه رجل بيقول لك احنا ملناش دعوة بالسد اللي عايز روح يضربه يروح يضربه هم بدين يقولوا يا متشكرين عم الحاج يقول لا الرجل ده بيحمي السد ايه الجهل ده وبعدين تزعله مني وتقوله ما تقولش كلمة جهل ايه الزكاء ده ده انتو حجبولي شلل شوفوا انا قلتها في الفيديو اللي فات اللي لسه ما تعرضش وبقولها تاني دلوقت وبقررها لان بصراحة تعبت عايز اي حد يجيبلي كلام جملة في كلام الرجل ده ان بتقول فيه ان امريكا هتحمي سد النهضة وانا هبطل كلام في السياسة انا كده كده هبطل انا خلاص اتخنقت اتخنقت عايز حد من اي قناة من القنوات اللي بتقول ان ان وليام معرفش ايه هيحمي سد النهضة حتلي جملة قل للجملة اهيه خرجة من بقه وبيقوله ان هيحمي السد وانا هخرج على التأسر وقول يا جماعنا متأسر مش مكلم في السياسة تاني كفاية بقى كفاياك والتضليل في الشعب وحرام عليكم يعني لما ملايين يسمعوا القنوات التانية اللي بتقول ان امريكا يتحمي سد النهضة مش لازم تكون بتفهم في الانجليزي اكتبه وروح اضط الكلام في جوجل هيطلع لك بالعربي مش لازم تكون تفهم انجليزي اكتب الكلام وحطه في جوجل ستجد اجابة لك بالعربي تضليل عمدا مع سبك الاسرار مهم تنسوش السبع لفوق يبعت رسالة الله الوطن السيسي تحيا مصر يعيش البرهان تحيا السودان تحيا مصر يعيش البرهان تحيا السودان ماشي استنوا لحظة على فكرة دي نفس الرسالة اللي امريكا بعثتها لصدام حسين قبل ما صدام حسين دخل الكويت نفس الرسالة قبلها بكم يوم امريكا قالت ايه ان ان امريكا ما هياش عاملة معاهدة دفاع مشترك مع الكويت وزارة الخارجية الامريكية مش عارف مادلين مش فكر اسمها ايه قالت مهم امريكا قالت ان امريكا ما هياش ما عندهاش اتفاقية دفاع مشترك مع الكويت بعدها بكم يوم صدام دخل الكويت دي كانت رسالة يا صدام احنا ما عندناش اتفاقية دفاع مشترك مع الكويت تخش الكويت نفس الشيء دي رسالة لمصر والسودان يا مصر يا سودان احنا ما عندناش دعوا بصد النهضة مش هندفع عنه خشوا احتلوه دي رسالة ورسالة واضحة واضحة مش عارف ازاي انا بتوع القنوات ايجابوها غلط مش عارف اسمع على خير